استمرار التوتر في عطق إثر اشتباكات بين فصائل ميليشي انتقالي في شبوى استشهاد ثلاثة أطفال وإصابة أربع نساء بانفجار ألغام لميليشي الحوثي في إب والبيضاء ميليشي الحوثي تنهب معدات ومولدات المكتب الوطنية ومجلس النواب في صنعه البداية من شبوى حيث قالت مصادر محلية إن مدينة عتق ومركز المحافظة تشهد توترا منذ يوم الأربعاء إثر اندلاع اشتباكات واسعة بين فصيلين متناحرين تابعين لميليشي انتقالي الممول إماراتيا وطبقا للمصادر فإن المواجهات دلعت بين مجموعة مسلحة يقودها عبيد العرم من جهة ومجموعة أخرى تتطلق على نفسها قوات المقاومة الجنوبية بقيادة أنيس الصبيحي من جهة أخرى بعد خلاف الطرفين على مخصصات مالية مشيرة إلى أن الاشتباكات انتهت بسيطرة فصيل العرم على معسكر الشبيكة الذي كان يتمركز فيه الصبيحي بمنطقة نوخان جنوب شرق عتق وتعد هذه الاشتباكات أحد أبرز صور النزاعات بين فصائل الميليشي الانتقالي خصوصا في محافظة شبوة التي سيطروا عليها في أغسطس من العام الماضي بعد مواجهات مع قوات حكومية تدخلت فيها طائرات المسيرة الإماراتية وحسمتها لصالح الانتقالية جددت رابطة أمهات المختطفين في العصمة المؤقتة عدن مطالبتها بسرعة الإفراج عن كافة المختطفين والمخفيين قسرا في سجون ميليشي الانتقالي الممول إماراتيا جاء ذلك في بيان لها عقب وقفة احتجاجية نفذتها في عدن ناشدت خلالها وزير العدل بدر عارضة والنائب العام قاهر مصطفى وكل الجهات المعنية بقضية المخفيين قسرا والمعتقالين تعسفا في عدن للعمل على إطلاق سراح كافة المختطفين والمخفيين وخلال الوقفة أطلقت والدة المخفي قسرا محمد مبروك سرخة مناشدة للنظر في قضية ولدها وكافة المختطفين الذين لا يعلمنوا إن كانوا أحياء أم لا إلى ذلك عاودت ميليشي الانتقالي المدعومة أماراتيا تهديداتها بالسيطرة على محافظة حضر موت جاء ذلك خلال لقاء القيادي في ميليشي الانتقالي كرامة بن سالم السقير مع القيادة المحلية للانتقالي ورؤساء المراكز بمديرية عمد وخلال لقاء أكد القيادي في الانتقالي محمد محسن الكثيري حرص ميليشي الانتقالي على السيطرة على مديريات وادي وصحراء حضر موت تنفيذا لما أسمى تمكين أبناء المحافظة من السيطرة على محافظتهم على صعيد آخر نعت قيادة الشرطة العسكرية استشهاد قائد الشرطة العسكرية فرع حجة العقيد منصور عبدالله سراج خلال مشاركته إلى جانب قوات الجيش والمقاومة الشعبية في المعركة الوطنية ضد ميليشي الحوثية الإرهابية وقالت الشرطة العسكرية في بيان الناعي لقد كان الشهيد من أوائل الأبطال الأحرار الذين هبوا مبكرا إلى ميادين الشرف والكرامة للمشاركة في معركة تحرير الوطن واستعادة الدولة والمؤسسات الدستورية وممن وقفوا في مقدمة الصفوف وشاركوا بشجاعة وثبات للدفاع عن الثوابت والمكتسبات الوطنية وتصدي للميليشيا الكهنوتية الإنقلابية وأكد البيان أن الشهيد سراج كان واحدا من أبرز رجالات الدولة الميامين الأوفياء والمخلصين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والسيرة العطرة ومثالا في القيادة والجندية والانضباط في أداء مهامه الأمنية والوطنية أفادت مصادر محلية بمقتل وإصابة ثلاثة من عناصر ميليشيا الحوثية الإرهابية إثر خلافات بينية داخل أحد أقسام الشرطة الخاضعة لسيطرتها شرقية تعز وبحسب المصادر فإن الاشتباكات وقعت بين عناصر تابعين للقيادة الحوثي المدعو جهاد الصوفي داخل قسم شرطة ترجمي في منطقة الشقب شرقية تعز حيث اتهم الجاني ويدعى العوامل عناصر الحوثية الأخرى برفع بلاغات كيدية عنه إلى عمليات الميليشيا الحوثية وأوضحت المصادر أن الخلاف الذي وقع الأحد الماضي ليتطور يوم أمس إلى قيام العوامل بإطلاق النار على عناصر الميليشيا ما تسبب بمقتل خالد مهدي أمين الجهلاني وإصابة اثنين آخرين وصفت حالتهما بالخطيرة استشهد طفلان وأصيبت أربع نساء بانفجار لغم من مخلفات ميليشيا الحوثية الإرهابية غربية محافظة إب المركز الأمريكي للعدالة في بيان الله قال أن الطفلين خالد محمد الشهاري ست سنوات وريفان أحمد الحردي ست سنوات استشهد وأصيبت أربع نساء إثر انفجار لغم من زرعات الميليشيا في قرية الحميراء بعزلة رضائية تابعة لمديرية العدين خلال مواجهات وقعت بينها وأهالي المنطقة عام 2015 خلال اقتحامها المنطقة وأوضح المركز أن جثة أحد الطفلين تحولت إلى إشلام فيما احتجزت ميليشيا الحوثي جثة الطفل الآخر في ثلاجة أحد مستشفيات المدينة كما جرى نقل النساء للمستشفى لتلقي العلاج ودعى المركز الحقوقي للضغط على ميليشيا الحوثي للكشف عن مواقع حقول الألغام التي زرعتها خلال تواجدها في تلك المناطق وتسليم خرائطها إلى الأطراف المعنية بنزعها وتحت إشراف المجتمع الدولي لمنع استمرار هذه الكارثة في التأثير على حياة ومستقبل اليمنيين استشهدت طفلة إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيا الحوثية الإرهابية أثناء رعيها الأغنام في محافظة البيضاء مصادر محلية أفادت أن الطفلة الزهور الفرج البالغة من العمر 15 عاما استشهدت متأثرة بجراحها إثر انفجار لغم من مخلفات الميليشيا في مديرية ناطع وذلك بعد يومين من استشهاد امرأة في ذات المديرية ووفقا لتقارير وتقديرات حكومية ودولية زرعت ميليشيا الحوثي منذ بداية الحرب أكثر من مليوني لغم متعددة الأغراض خلفت آلاف الضحايا أقدمت ميليشيا الحوثية الإرهابية على نهب معدات ومولدات كهربائية من مشروعية المكتب الوطنية ومجلس النواب وذلك عقب توقف المشروعين منذ انقلابها في سبتمبر 2014 ووفقا لمصادر محلية فإن عصابة تابعة للمشرفين حوثيين قامت بسطو على كميات كبيرة من أسياخ الحديد وأسلاك الكهرباء وحاويات البلاط ومولدات كهرباء ومعدات ومواد أخرى من داخل باحة مبنى مشروع المكتب الوطنية بشارع الستين خلف وزارة الخارجية ومبنى مجلس النواب الجديد وتأتي الحادثة بعد عملية سطو مماثلة خلال الفترة الماضية في باحة وداخل مبنى مجلس النواب الجديد المجاور لمشروع المكتب الوطنية ويعد مشروع المكتب الوطنية أحد أكبر المنشآت المشاهبها لأكبر مكتب في الوطن العربي وهي منحة وهدية مقدمة من جمهورية الصين الذي توقف العمل فيه عقب انقلاب مليشا الحوثي في 2014 دعا ملتقاء علماء ودعاة اليمن في مأرب إلى تكوين جبهة واحدة لمواجهة خطر تجريف الهوية اليمنية الذي تنتهجه مليشا الحوثي لتقدم اليمن قربانا للمشروع الفارسي التدميري العلماء والدعاة في الملتقى الذي نضمه برنامج التواصل مع علماء اليمن برعاية وزارة الأوقاف والأرشاد حذر من ممارسات المليشيا ومشروعها العنصري الطائفي الذي يستهدف الهوية اليمنية وقطع صلة اليمنيين بهويتهم العربية والإسلامية وخلال الملتقى الذي أقيم تحت شعار الخرافات الحوثية أساليب إيرانية لتجريف الهوية اليمنية أكد وكيل محافظة مأرب عبد الرب مفتاح أن ممارسات مليشا الحوثي هي استهداف مباشر للهوية اليمنية وهدم للعقيدة الإسلامية الصحيحة وتلويث للنشئ والشباب مشيرا إلى دور العلماء والدعاف تنفنيد ونسف الخرافة الحوثية وتكوين جبهة للحفاظ على الجيل لا تزال الحوالات المالية غير المستلمة تثير ضجيجا واسعا في اليمن في ظل مساع تقوم بها مليشيا الحوثي لاستحواذ عليها بالتزامن مع مطالب للبنك المركزي في عدن بتسليم نسخة مفصلة بكافة الحوالات المالية غير المستلمة وبكل فئات العملات أكثر من مليون حوالة مالية غير مدفوعة ما زالت محتجزة لدى شركات الصرافة والشبكات المالية منذ سنوات فيما قضيتها ما زالت معلقة وسط جدل كبير في الشارع اليمني إترى تسريب كشفات لمئات الآلاف من الحوالات غير المستلمة نتيجة تصاعد للخلافات حول حقيتها بين عصابة الحوثيين وإدارة الشركات المالية يقول مصرفيون يمنيون إن حجم الحوالات غير المدفوعة لدى شبكات النجم والامتياز والكريمي وحدها تصل إلى نحو ستمائة ألف حوالة حين ظلت ميليشيات الحوثي تستولي عليها إذ وجهت جميع شركات الصرافة بترحيل الحوالات غير المستلمة إلى حسابات الميليشيا في بنكها بصنعاء بعد مضي شهر كامل من إرسال الحوالة في عملية سرقة حوثية مكشوفة تصمت عنها شركات الصرافة لعل ذلك ما دفع المهندس المعروف أحمد العلمي إلى تسريب جانب من كشوفات الحوالات غير المدفوعة بعد نجاحه في الهروب من صنعاء والإفلات من قبضة الحوثيين الذين سارعوا إلى اختطاف عدد من أفراد أسرته وأقاربه وزملائه في العمل لكنه لم يتردد في فضح استيلاء الحوثي على مئات الآلاف من الحوالات المالية التي تصل أكثر من ثلاثة مليارات ريال في شركتي النجمي والامتياز وحدها وعلى مدار السنوات الماضية ظلت ميليشيات الحوثي تتعامل مع الحوالات المالية غير المستلمة كواحد من مواردها غير المرئية لا سيما أن معظم تلك الحوالات تأتي من الخارج بالعملة الصعبة ويبقى السؤال الدائر في نقاشات اليمنيين حول مصير الحوالات المعمرة والأسباب التي تقف خلف احتجازها شكى مواطنون بمحافظة الضالع تضاعف معاناتهم الاقتصادية والإنسانية حيث لم يعد بمقدورهم الحصول على أفسط ضروريات الحياة من الغداء والدواء وطالب المواطنون في تصريحات اليمن شباب طالبوا الحكومة بوضع حلول عاجلة وإجراء إصلاحات اقتصادية تخرج الشعب من وضعه المزرية المطلوب للحكومة أن تحسن أداء المعيشة للمواطن وأن تقوم بواقبها ومسؤوليتها تجاه الشعب ونحن كنا نأمل كثير بالحكومة أنها كل ما جاء من يوم تكون أحسن لكن العكس وأصبحت المنظمات هي التي تقوم بتسد مسد الحكومة وتوفر بعض السلات أو بعض العشاء النقدي للمواطن كنا ضاني من الحكومة خير المواطن الآن في أقصى حالة من الجوء الآن لا تعليم لا صحة لا مال لا كهرباء لا كل شيء ضايع الآن يقدموا استقالتهم أفضل لهم من الجلسة بالكراسي والناس يا وعيم الوضع والله الدهور زيادة الناس بحالة نس جالسين لا شغل لا عمل الآن هذه بطالة بطالة العملة ماشي لها قيمة ترسل المئة الألف معاتو صلى ثلاثين ألف هذا ظلم يتقوا الله في أنفسهم يعني تاركي للناس كذا يعني ولا بحسهم بالشعب ولا شيء يهم منفسهم بس يأكلوا يشربوهم ملايين دولارات سعودي كل عندهم والناس الباقيين الشعب المتجوع ختام النشرة إليكم أبرز عنوينها استمرار التوتر في عتق إثر اشتباكات بين فصائل ميليشيا الانفقالي في شبوة استشهاد ثلاثة أطفال وإصابة أربع نساء بانفجار ألغام لميليشيا الحوثي في إب والبيضاء ميليشيا الحوثي تنهب معدات ومولدات المكتبة الوطنية ومجلس النواب في صناعة في أمان الله اشتركوا في القناة